سوف نتعرف على طريقة يمكنك أن تقوم بها بحل مشكلك على تطبيقك الخاص واتساب من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها لهذا المشكل سوف نقوم بالضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول الأسفل نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها ثم نأتي إلى نافذات التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول الأسفل للبحث عن تطبيق واتساب هنا ثم بعدها نقوم بالضغط على واتساب وبعد ذلك سوف يأخذنا إلى معلومة التطبيق هنا نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها تضغط على مكان التخزين نأتي إلى هذه النافذة الخاصة يكفي أن تقوم بالضغط على مسعى البيانات وبعدها مسعى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بحل المشكلة الخاصة بك على تطبيقك الخاص واتساب وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك وننتقل في فيديو آخر إن شاء الله